هل عند احدكم اي سؤال حول الميراث تفضل فضلتك في مسألة دلوقتي ان بيكون الاب معه تركة او قطعة ارض على سبيل المثال وبيكون عنده ولدين ممكن ولد منهم ميسور الحال وولد على قده ما معهوش فلوس فهل يجوز ان الاب لسه موزعش تركته ان الاثنين يكتبوا عقد ما بينهم هما الاثنين وواحد يبيع للتاني اللي هو الميسور الحال ده يشتري من الفقير اولا استعمال الالفاظ وهي الفاظ شائعة صحيح بين الناس لكن تحتاج الى تنبيه وزع تركته دي كلمة غلط لا يسمى الشيء تركة الا بعد وفاته فهو لا يعرف هو نفسه ولا اولاده ولا حد الا الله هي ايه تركة ده ممكن يعيش ويصرف كل امواله ويموت ولا تركة لا لكن لان الولاد طمعانين في الصروة ام يقولوا له وزع لنا تركتك تركت هو انا في ايدي ان انا وزع تركتي هو يوارس مين يورسك فاصلا لازم ناخد بنا من الحكاية دي انه ده ملكه يفعل فيه ما يشاء فاذا اراد ان يوزع للولد اللي قاعد يرعى الارض والواد التاني اللي عنده مطار في كندا خلاص ربنا فتح عليه وكذا يفعله ما يشاء ولكن يكون هذا الفعل بمنطق يكون هذا الفعل بعدالة لا يكون سببه هو التحيز ان هو متجاوز اتنين ده ابن واحدة وده ابن واحدة تانية فعايز يغز ديه وينصر ديه على ديه وهكذا لكن الملك يقتضي ان يتصرف الانسان في ملكه كيف يشاء ده اصل الملك كده هل في عندنا اي سؤال تفضلي